اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان بعض الناس بيكون عندها نوع من انواع الحساسية من الأدوية ودي اسمها الحساسية الدوائية وممكن لقدر الله تسبب الوفاة في بعض الحالات وده غير كمان الارتكارية المزمنة ازاي نفرق بينهم وازاي نكتشف الاصابة اصلا بالحساسية وهل فيه تحاليل معينة او اختبارات لازم تتعمل علشان نعرف نوع الحساسية الموجودة عندنا انا كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل مع الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة صباح الخير عليك يا دعا اكتر صباح الخير على حضرتكم صباح الخير على السيدة المشاهدين ازاي الواحد يعرف انه عنده حساسية من دوة ما وازاي يفرق بين الحساسية الدوائية او الارتكارية المزمنة وهو اصل مفروض اعمل تحليل ما قبل ما ياخد دوة علشان ما يحصلش لقدر الله مضاعفات ووفيات زي ما بنسمع الاول يعني كلمة حساسية هو رد فعل عنيف لجهازنا المناعي اتجاه مسبب خارجي المسبب الخارجي ده قد يكون دواء قد يكون مادة كيميائية قد يكون طعام قد يكون مسبب بيئي متعايش معانا في الجو قد يكون حاجة تلموسية بتيجي على جسمنا تسبب لنا نوع من الحكة الجلدية طب يعني ايه ارتكارية حدة يعني حالة حدة دوائية ويعني ارتكارية مزمنة حالة حدة يعني الشخص ده سليم ما فيش اي تاريخ مرضي دي انه هو مريض حساسية وفجأة ياكل شيء او ياخد عقار او يحقن اي مادة كيميائية سواء كان مضادة حيوي او مسكن او سبغة يحصل له نوع من الطفح الجلدي الشديد او التورم او الحكة المفرطة او الاختناء على حسب قبل ما يتم الحقن يا دكتور ازاي يعرف المريض ده عنده حساسية للسبغة دي او للدوى ده ولا لأ اول حد لازم المريض بناخد منه تاريخ مفصل انت مريض باي حساسية دوائية ولا لأ قبل كده خدت عقار قبل كده وعمل لك مشكلة لا لأ تاريخ المرضي انا ما عنديش قبل ما ابتدي احقنه هذه المادة المفترض ان انا اعمله ما يسمى باختبار الحساسية اللي احنا كنا نعرفه لحقنة البنسيلين الشهيرة اللي هو اسمه اختبار واغز الجلد او الحقن تحت الجلد طب هل الاختبار ده دقيق مئة في المئة انه هو يأكد ان الشخص ده حساس ام لا هقول لحضرتك حاجة لان مضادة عامل لغة كبيرة جدا اليومين الفاتو دول ايجابية الاختبار خلاص العيان ده مش هياخد هذا العقار او هياخد مش هياخد الحقنة دي او مش هياخد السبغة دي طب لو انا عملت الاختبار للشخص ده وتلعب معندوش تحسس هل كده انا في مأمن؟ هزا قولك اني في حالات كتير جدا ممكن يبقى الاختبار سلبي الاجابي خلاص انا مش هياخد طب السلبي لازم اكون في مأمن شيد جدا وكون عندي خطة الطوارئ واستعداد لاني في حاجة اسمها بمعنى عندي انواع من الحساسية ما بترتبطش بعامل معين في اختبارات الحساسية فما تبنش في الاختبار يبقى انا في جميع الاحوال بان ابقى اعمل الاختبار ابقى عندي خطة الطوارئ سواء الشخص ده لو ايجابي خلاص مش هياخده حالة لو سلبي انا برضو عندي شك وعندي حيطة وحظر شديد جدا قبل ما تجيله هزا العقار ازاي عندي خطة الطوارئ اني يكون عندي حوان ادرنالين حوان مضادات الحساسية حوان الكورتزون لو انا ما كان مش مجهز تلحق الحالة يا دكتور تلحقها في مرحلها الاولانية الحين نشوف حدة الارتكارية او الحساسية عنده قد ايه حالات البسيطة دول كافين جدا الحالات الشديدة بيبقى عندي خطة اخرى فيه طوارئ فيه رعاية فيه اكسجن فيه ممكن يكون فيه شقة حنجاري لان بعض الحالات متصاب باختناء شديد ما ينفعش لازم نركب لها شقة حنجاري ونلحقها بالاكسجن فهو خطة الطوارئ دي بيبقى الطبيب اللي بيحقن الحقن او السبغة عنده خطة هيحصل ايه انا خلاص الاختبار سلبي يعني المفروض ان انا هاخد الحقنة دي او المسكن ده او السبغة دي يبقى عندي خطة لو لا قدر الله حصل اعراضها ايه؟ في حالة وجود اعراض لكن دكتور عمجد في حقيقة الامر تحديدا يعني هذه الفقرة هي فقرة توعوية في المقام الاول نظر من زي ما حقيق قلت اللغط اللي كان سائر خلال الفترة الماضية تحديدا عاوزين نعرف من حضرتك هنا ونجيب على السادة المشاهدين في تساؤلاتهم هل الحساسية هي مرض مناعي؟ يعني احنا اتفقنا كده دلوقتي اننا ده حالة هجوم مضاد للمناعة في حالة وجود عنصر خارجي هل هي مرض مناعي في المقام الاول وليها علاج ولا لا؟ الارتكال الحساسية هي نوعين في نوع مناعي يعني اجسام مضادة مرتفعة ضد مسبب معين شخص بيأكل الموز جهازه المناعي بيتعرف عليه كرد فعل عنيف يحصل تفاعل مع الموز او مع الفراولة او مع مسبب بيئي زي حبوب اللقاح ناس يلها اعراض حساسية مختلفة زي عطس او زكام او ضد دواء معين وفي نوع تاني لا يرتبط بفاكتور او عامل ايجي ايه في الدم وده بيبقى رد فعله برضو تحسسي وده للأسف ما بيبانش في الاختبار ولا بيبان في تحاليلي بيكون برضو احد انواع المناعة الزاتية ان منعتك تهاجب هذا الدواء وده شيء قدري غير محسوب ولكن يجب وضعه في الاعتبار عند عمل الاختبار انه ممكن يكون الشخص عنده هذا النوع من التحسس فبالتالي خطة الطوارئ وجبة او لازمة طب نوعي الناس بايه ممنوع ان انت بفكرة ان انا اروح ااخد حقنة بردة او حقنة مضاد ايا كان من الصيدلية عشوائي الا تحت اشرف طبي والا يكون عمل اختبار حساسية لهذا النوع من الدواء الاول وما اخدش حقن عشوائي انا المفترض اندي اي دور تعب مالجأش للحقن اللي عنده ضرورة محتاج لها بتوصية طبية باختبار حساسية تم اجراءه بطريقة دقيقة سمع دخل دكتور يعني من خلال تجربة حتى كمان من الشخصية مش كل اختبارات الحساسية موجودة في كل المستشفيات احنا للأسف عشان ما بتتعملش في كل المستشفيات بنفاجأ بواحد خط حقنة مضاد سين معينة حصل لابنه مشكلة حساسية شديدة جدا مفردة فاحنا حتى السيدة الصيادلة ساعدة بيعملوا الاختبار بس برضو لو يتعامل برضو يتعامل بمحاذير وبخط الطوارئ لان اه حالات مش كتير وندرة بس الحالة قد تكون سيئة قد يكون رد فاعل عنيف زي ما حصل وتؤدي إليه فاعلة هنا عندنا لسه كمان هنا عندنا فتاة مارينة صلاحة توفت بحقنة سابغة وكمان شاب بلدغة نحلة لدغة نحلة أو ضبور فتفسير حضرتك للوفاة هنا وهنا طيب فيه داس عندها تحسس من سم النحلة أو من قرصة النحلة أو الضبور لأن النحلة أو الضبور وما فيه فاكسين ممكن ان يستخدوا لما ده يحصل لسم النحل برا أو لدغة النحل برا عالمياً بيعملوا تجارب عليه إنه هما الشخص اللي هو مثلاً عنده تحسس شديد وفيه اختبارة بتعمل لأرثة النحلة وممكن معرض في الطريق أن نحلة قرصة تؤدي إلى وفاته بيتم التجارب إنه هو يدونه ما يسمى مصلحة حساسية ضد النحل ده النحل العادي اللي موجود حوالينا نحل والضبور العادية للأسف فيه ناس بيبقى عندها رد فعل أجسام ضده ضد أرثته طفح جلد جديد تورم اختناء ليه دايماً الحساسية بتظهر بالطفح الجلدي أول حاجة؟ طيب يعني إيه بقى حساسية قلنا رد فعل جهازنا المناعي ضد المسبب المسبب ده جهازنا المناعي اتعرف عليه إنه هو جسم غريب فبيتطلح حاجة اسمها وصائط زي الهستامين الهستامين ده بقى لم ووسائط متعددة الهستامين لم يزيد يعني الأوعيات ده موجودة في الجلد يحصل فيها نوع من الاحمرار والتمدد ممكن يتسبب تورم أو وزمة اسمها الوزمة الوعائية نوع من الاختناء الشديد ممكن في التنفس ممكن تورم في الشفتين وفي اللسان نوع من الاختناء رد الفعل ده بيتبعه حدوث نوع من الوسائط الكيميائية الوسائط دي بتعمل دي في الشعبات الهوائية نتيجة الاختناء بتعمل حكة جلدياً لإني بيزيد الهستامين الهستامين ده أحد عوامل الحساسية حكة مفروطة وممكن تؤدي إلى اختناق هذا هذا الشخص إذا لم يلحق بحقنة أدرنالين أو كورتزون وقتي لحين بقى هيروح المستشفى حل توجد أو لا لازم خط طريق تبتدي بحقن الأدرنالين والكورتزون صحيح دكتور يمكن بعد وقعت المغفور ليها مارينة صلاح تحديداً أثناء حديثي مع أحد دكاترة الرمض علشان أفهم التفسير العلمي فلايتم بيقولوا لي أن هي بتحصل أحياناً ده فعلاً بالسبغة بس بيكون حالة كل مليون أو كل كم مليون حالة ندرة فده للأسف بينعكس عليهم برضو عاوزين ندي رسالة طمقنة برضو للمواطنين لأنه ده للأسف بينعكس على شغل دكاترة في أن المريض اللي بيروح لأنا عاوز أبعد عندها لأنه هو خلاص جاله زي وازع كده أنا مش عاوز أتعامل بالسبغة عشان ده حصل كذا لفلان هو تفاعل نادر ده ممكن يحصل لشخص من أرس أسبرين من أرس مسكن هو تفاعل نادر لأي شيء ممكن يحصل في حياتك من أكل أو دواء أو شرب فهو تفاعل نادر لا يعمل ولكن أنا هاخده حقن فهيخش الدم أسرع هيخش وريدي فهيتفاعله يكون أعنف بنقول لناس ما هو اختبارات الحساسية ممكن في بعض الحالات ما تبينش لكن أنا محتاج لهذا النوع من السبغة أو من نوع من الإجراء عشان يبين لي سبب معاك فبعمله بإجراءات الطبيب بفهم المريض وبيقى معنا التولز أو الأدوات إننا لو حصل هذا التفاعل هيتلحق بسهولة طيب دكتور أمجد ممكن تقول للناس إيه هي اختبارات الحساسية اللي تطلبها وهي مثلا داخلة تعمل أي إجراء طبي ما علشان تكون متطمنة لو هي داخلة مثلا تعمل سبغة لو داخلة تعمل تحليل تتطمن أو ما تاخدش حاجة معانا وهي ألانة طيب في حاجة اسمها الأرتكارية المزمنة المريض ده بيأكل بيهرش ده مزمن ده مش حد مش طارق ده ليه اختبارات حساسية للأطعمة والمسببات البيئية ودي موجودة في كل الوقت يقول للطبيب ويطلب منه بالفعل ده لو عنده حساسية مزمنة مش حالة حدة زي السبغة طب الحالات الحدة واحد هيعمل عملية جروحية وخايفين من البنك واحد هيعمل سبغة وخايفين من السبغة واحد مضطر ياخد مضاد حيو وريدي وخايفين منه ده للأسف ملوش اختبار في معمل هو المادة نفسها اللي هيتحقن بيها الشخص الطبيب بتاع الأشعة أو الطبيب التاخدية هيعمله اختبار على الجلد قبلي وزي ما قلنا حتى في سلبية الاختبار يجب الحيط الحصول انه هو ممكن يكون الاختبار ما يظهرش شيء ويكون الشخص برضو عنده تحسس من نوع مختلف بس عشان نبقى أخذنا بالأسباب هو يطلب من الطبيب انه يدري عليه هذا الاختبار طب لو طلع يبقى ده مش هيعمل طب لو ما طلعش عنده تحسس الطبيب بيبقى برضو عنده الخطة اللي احنا قلناها سواء كان دانا يبتعمل في مستشفى هيبقى عنده الحقن الطوارئ وعنده الأجهزة اللي هتلحق الشخص ده لو حصل لابد أن يكون فيه هناك الإسعافات الأولية بحيث لا قدر الله لو فيه تفاعل للمناعة مع هذا العقار يكون فيه الخطة دي موجودة للمريض طب ده بالنسبة لانتقلت نادر جدا عشان الناس ما تخافش تفاعلات دي نادرة وممكن تحصل لو واحد ماشي في شرق نحلى قرصته يعني لا فيش تدخل فيها ولا هو لحاجة لا إراضية ومش بس حاجة عضوية لا احنا ممكن كمان يكون فيه طعام بعينه هو اللي بيسبب الحساسية لدى الأفراد فهنا عاوز أعرف من حضرتك هل فيه أطعمة أو جدول كده لأطعمة اللي قد تسبب حساسية لدى الجهاز المناعي تحديدا أنهم بيتعامل مع الجهاز المناعي للمواطن ولا بتختلف من شخص الأخر طيب مش كل شخص مريض بحساسية بمعنى أنا ممكن أتعرض لأكل معين ما يعملش مشكلة حضرتك ممكن يكون فيه تاريخ مرضي أن أنت عندك حساسية من اللبن بس فيه لستة للأكل دا يعني فيه جدول للأكل دا ولا ممكن أنا كلت لحمة جالي حساسية فيه حاجة اسمها أشهر الأطعمة المهيجة ده اللي أنا عاوز أبقى إيه أشهر الأطعمة دي مكسرات زي الفول السوداني والمكسرات بعنوها اللبن الموز البيض المكسرات بعنوها زي ما قلنا المنجا كل دي اسمها الموالح أشهرهم في أطفالنا كلنا البيض لأنه في مرحلة النمو والطفل اللبن والبيض والمكسرات والأسماك طيب لو هنجي نكلم أولياء الأمور والأمهات هي تعرف منين أنه ابنها لسه عنده حساسية من أكل ماك في مرحلة الطفل اللسه في مرحلة إدخال الطعام بيظهر بعد وهل دا ليه علاقة بالوراثة؟ يعني مثلاً لو الأم عندها حسام الموز أو الفراولة يطلعوا الأطفال كده أو لا؟ أم عندها أي نوع من الحساسية من الشرط طعام يعني فيه ناس حسية الأنف أو الجلد أو الصد الطفل يكون عنده حسام الجلد ومش من الأنف ولو الأم الأنف عنده فاكتور حساسية أو عامل حساسية طبيبان إزاي؟ أم في مرحلة إدخال قلبان الأبكار للطفل حصل مغس شديد حصل إسهال حصل ترجيع حصل طفح جلدي شديد حصل تورو بتتوجه إلى طبيب الأطفال هو بيعمل لها نشوف بيعمل لها نوع من المنعة ويشوف لما ما نمنع اللبك هل الطفل ده بأعراض دي بتزول ولا لأ؟ يعني منشتغل بالاستثناء الأول ما نفعش بنعمل ما يسمى اختبارات الوغز للأطعمة أو اختبارات الدم يبقى بنعمل history أو تاريخ تفصيلي بنشوف الأعراض إيه وشوف لما ما نعناها الأعراض دي قلت ولا لأ؟ وفي ما يسمى اختبارات حساسية للأطعمة للسمك واللبن وده متاح هيك قلت البيض البيض رغم القيمة الغذائية الكبيرة ليه البيض لكن فعلا فيه ناس عندها حساسية من البيض هل ده يعني إيه السبب فيه وهل ليه علاج ولا لأ؟ البيض بروتينين فيه بروتين الصفار وبروتين البيض قد يتحصل الشخص منه عين البروتين بروتين دخل جسمك جهزك المناعي عنده خريطة مناعية جين ضد هذا البيض وده مش كل الأطفال يتحسس منه برد فعلا مختلف قد يكون ترجيع مغس إسهال قد يكون طفح جلدي قد تكون أزمة صدرية قد يكون رشحة أو سيلان للأنف وبرده مش كل الأطفال عندهم حسية أطعمة اللي بتظهر عليه الأعراض بيشتبه بيتواصل مع طبيبه بيعمله اختبارات الحساسية أو بيقيمه بالأعراض بيمنع الغذاء لفترة وبعد فترة زي اللبن بنعمل ما يسمى سلم الإدخال مرة أخرى من حسن الحظ أن بعد فترة بيحصل نوع من التقبل أو التولرانس لهذا النوع من الغذاء ولكن يتم إدخاله تدريجيا ممكن الطفل في بعض الحالات بيرجع تاني يشرب لبن أو يأكل الأكل بيعمله حسية ولكن بعد منع وإدخال لفترة بس هناك تحدثت عن فكرة أن فيه أعراض بتظهر في البداية على أي شخص عنده حساسية من طعمة إمتى الأعراض دي لما تتفاقم أو تظهر بشكل تدريجي أعلى فأعلى هنا أنا لازم أروح لبستشفى لو وصل لدرجة أن فيه أنا أعزي أقولك أنا عندي أطفال مش لما بيأكلوا السمك لو معدي على محل سمك واستنشك رواقح السمك فقط لغير بيخش في صدمة يعني لا تقرس ولا تحقن ولا كل وده بيبقى نوع من الحسية مفرد جدا وشديد جدا طب تخيل بقى لو كل الأعراض بتبقى أشد عنفا طفح جلدي جديد زي الحساسات الدوائية بالظبط الحالات الشديدة من حساسات الطعام بيكون رد الفعل عنيش تجاهها في صورة تورم شديد طفح جلدي اختناء وزمة وعائية وده برضو بتوجه لأقرب مستشفى طورق بيتم عمل بروتقول الآلاج والاختبارات عرفنا ان هو بيتحسس من هذا النوع من الجزاء بيمتنع عنه تماما طيب هو مريض الحساسية لوحده من غير أزمة كبيرة الحساسية بتأثر على أجهزة جسمه؟ الحساسية اللي من أجهزة جسمه اللي هو عنده حكة مفرطة لما بتناول الجزاء بدون خنقها بدون أزمة ما بتأثرش على أعضاء جسمه ولكن بتأثر على أسلوب حياته في الحياة انه على طول عنده حبوب على طول عنده إجزمة على طول بيهرش وهي مش شرط كنت عم بس في حساسية البيئية من شعر القطة من شعر الحيوانات من عدة الفراش ومش شرط على فكرة ان احنا نحصر في الحساسية في صورة طفح جلدي وارتكارية ممكن حساسية تكون في حسية أنف شخص يتعرض لاستنشاق مسبب بيئي زي الفطريات عدة الفراش حبوب اللقاح في مصر المرابع ينتابه نوبة من السيلان الأنف من الأزمة الربوية فحساسية ليست منحصرة على الجلد فقط أنا بحس أن صدمة الحساسية دي دكتور لوس تنشق مثلا زي ما حالك قلت رأيحد سمك أو حاجة ليه ارتباط شرطي ونفسي أيضا مع بعضي النفسي ده ممكن يجي بدون أي غزاء يعني احنا عندنا نوع من الأرتكارية المزمنة لو كلمنا عن النوع التاني من الأرتكارية فيه نوع أرتكارية غير معلوم السبب اللي هي الجباسك أرتكارية وده لأسف اختبارات الحساسية للغزاء لا توجد للبيئة لا توجد للدواء لا توجد ويعاني الشخص من طفح جلدي اللي احنا نقول عليه الأرتكارية النفسية زي فوبيا بتيجي أكثر الأشخاص التوتريين العصبيين بيحصل نوع من الإتراب المناعي غير حقيقي لكن ته شخص ده كل فحوصات العضوية سليمة تماما ويعاني من طفح جلدي اللي هي الأرتكارية المجهولة المصدر وعالميا بيشخص إنها قد تكون مرتبطة بعامل نفسي بشخص توتري شخص عطوة ده الأرتكارية النفسية طيب يا داكتور إزاي أحمي نفسي وأنا مريض حساسية وأنا أبعد عن إيه أخد بالي من إيه طيب عندنا في عوامل منذ صغر الطفل منذ صغره اللي هي إيه الجدعات طبيعية الأم شيء مهم جدا للحفاظ على جهاز المناعي متوازن إدخال الطعيمة للطفل وعمل اختبارات لها مبكرا لتجنب الطعام علشان كده أول ما بيبتدوا يأكلوا البيبي أربع شهور تقريبا ويتدخلي نوع نوع من أنواع الأكل ده لإدخل كمان إنه نشوف جسمه بيتحسس لده أو لا عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية للطفل منذ صغر فرط استخدام المضادات الحيوية بتؤدي إلى موت بعض البكتيريا النفعة في جهازهم الهضمي وبالتالي يؤثر على منعتهم وانتصاصهم للغزاء فكرة تشغيل المناعة كمانا خلي المناعة تقدر هي تواجه الأول وحدة بالفعل بنسب منعتنا تتعامل إلا في العدوات البكتيريا الشريدة بيأخذ مضادات الحيوية غير كده نزلت البرد وفوبيا أن أنا أدي مضادات الحيوية لكل دول لا يجوز الرضاعة الطبيعية الغزاء السليم الصحي للطفل البعد عن المعضة الحافظة والمعضة الصناعية كل ده لو حافظنا عليه في مرحلة الطفولة يليهم بقى في مرحلة المراقة البعد عن التوتر والإنفعال الزايد كل هذه هي مشهيجات أو مسيرات لجهازنا المناعي تجعله نوع من الإضطراب سواء غزائي أو نفسي وظهور أعراض الحساسية مبكرا بالإضافة إلى طبعا أغز التطعمات أطفالنا الخارجية زي الإنفلونزا بتؤلل من نزلاتنا الشعبية ونزلات البرد اللي بتسير الحساسية التطعيم الاتهاب الرأوي هيؤلل بالفعل من نوبات الاتهاب الرأوي اللي بتزيد من معدل الحساسية لو عملنا كل ده الأطفالنا من تطعمات وغزاء سليم والبعد عن استخدام مفرط المضادات الحيوية والمواد الحفظ والمواد الصناعية وفي مرحلة البلوغ البعد عن التوتر والإنفعال قد يكون عند هذا الشخص استعداد ولا يظهر هذا الاستعداد بفضل المحافظة البيئية وكذلك بفضل المناعة الجيدة لهذا الطفل التحسس الجلدي الحكة البيضية المفردة التحسس الجلدي اختباراته لو احنا توصلنا لمسبب اختبارات الوغز للغزاء أو اختبارات البيئية هنتشكك في مسبب بياخده هذا الشخص بيزود الحسسية نتشكك في غزاءه الأول هنعمله اختبارات الأغزاء هنتشكك في دواءه هنتشكك في تلامسيات جلده في حاجة في لبسه في حاجة بتيجي على جلده ولا لا لو عملنا كل هزي الفحصات تحديدا بيجي لعي حساسية من الصوف والحياة الالجة في ناس من الوبريات والمصوف في ناس من تلامسيات الجلد من القطة من شعرها بيجي له حكة جلدية عملنا كل الفحصات الداخلية اللي تؤثر على حكة جلدية زي وزائف الكبد والكلة والغدة ولم يظهر أي شيء لهذا الشخص هذا الشخص مريض أجزيمة أو أرتكاري عصبي لو سريعا كده هندي رسالة طمأنة للمواطنين فيما يخص السبغة وغيرها من العقارات اللي ممكن اللي احنا ناخدها وتعمل مضعفات ايه طمأنة من حاجة لها؟ هنقول للناس يا جماعة هيتفاعلات نادرة الحدوث نادرة جدا 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 حتى عالميا مش في مصر بس وبرتوكولها ثابت بنعمل لهذا الشخص اجتبار لو ظهر بنمنعه من هذا الدو ما ظهرش بيعمل هذه الإجراء بدام تحت توصيل طبية ومهم انه يعمله هيعمله وبلاش نقلق بلاش نخاف تفاعلات نادرة جدا 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 أغلب الأماكن الحكمية مجهزة بخطة الطوارق ممكن نعمل فيها مش أي مشكلة نهائيا هذه التفاعلات نادرة مهم جدا فريق طبي يكون على درجة كبيرة من الحيطة والحذر وإحنا بند هذه العقارات بالفعل زي ما حضرتك قلت الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة نشكرك شكرا جزيلا عبودك معنا شكرا لك وشكرا سيدنا شكرا لك يا ربا